السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس أساسيات تصنية مستخدرات التجميل المجاني معكم دكتورة إميرال ديو ونهاردة أشرح لكم الفورمز المختلفة أو الأشكال المختلفة للبادي باترز لما بتيجي تعمل البراند بتاعك وتختار المنتجات اللي هتصنعها غالبا ما بيكون في البراند مرتب للجسم بادي باترز أو بادي لوشن ودول هنشرح الفرق ما بين البادي باتر والبادي لوشن إن شاء الله في محاضرة قادمة ولكن لو وقع الاختيار إن أنت تعمل بادي باترز فبتمدأ طبعا تعمل بحث على الكمبيوترز والمنافسين عشان تشوف المنتج الخاص بيهم فبتلاقي أشكال مختلفة من زبدات الجسم بس ما تبقاش عارف أنت ممكن تختار تعمل المنتج بتاعك على أي شكل أو ممكن تحتار خصوصا لو أنت مبتدأ فما بتبقاش عارف إيه الفرق ما بينهم وإزاي هتصنع المنتج ده فعشان كده النهاردة هنقول إيه الفرق ما بين الثلاث أنواع أيوا يا جماعة البادي باترز هم ثلاث أنواع وبثلاث أشكال أول شكل معانا من البادي باترز ده هو الصود بادي باتر أو البادي باتر الصلب أو زبدات الجسم الصلبة على حسب ما انتم حابين تسموها زبدات الجسم الصلبة أو البادي باتر الصلب بيبقى شكلها بالضبط عامل زي الصابونة طبعا حريقة عارفين لما بنصب الصابون في الأوليب السلكون بتبقى على الشكل اللي احنا اخترنا فبالتالي لما بنعمل البادي باتر الصلبة بنصبها في الآليم فبتديها برضو شكل من الأشكال اللي احنا بنختارها زبدة الجسم الصلبة بتعتمد في تكوينها على البيز واكس على شم عسل النحل وده اللي بيدلها الشكل الصلب وبيخلي الزيوت والزبدات المكونة للصولة بادي باتر متمسكة مع بعضها وبتدلنا الشكل اللي احنا عايزينه زبدة الجسم الصلبة او الصولة بادي باتر بالتمايز انها لما بنضعها على البشرة بتبتدي يحصل لها ميلتينج بتبتدي تدوب والفكرة ان احنا بنمررها على البشرة فبتبتدي تدوب من حرارة الجسم والصولة بادي باتر بيفضل طبعا حفظها في العلبة بتاعتها تكون معدن عشان ما تدوبش من درجة الحرارة العالية بتاع العلبة الثاني نوع معانا هي الوبت بادي باتر او زبدة الجسم المخفوقة زبدة الجسم المخفوقة بتعتمد ان احنا بندوب الزبتات بتاعتنا ونعمل لها ميكس مع الزيوت على حمام مائي فبالتالي لما الزبتات بتدوب بنصب الفترة معينة لحد ما بعد كده تتصلب او تمسك في بعضها وبعكب نعمل لها ميكسينج كويس جدا بمضرب البيض الكهربائي لحد ما بيدلها شكل وقوام عامل زي الكريمة المخفوقة بالزبط وبعد كده بنحطها في العبوات بتاعتنا ده اسمها الوبت بادي باتر الوبت تبقى دي باتر حلوة جدا لترطيب الجسم الفكرة ان هي بتبقى طبيعية ما بقاش عليها ضفاط بتبقى نسبة جدا للبشرة الجفة ولكن فيها مشكلة وحيدة بس ان هي لما نيجي طبعا نشحنها مثلا للعميل في درجة حرارة الجو الحرق ممكن تفقد شكل القوام بتاعها والدوب فبالتالي لو ممكن توصل العميل في صورة سعيلة شوية او في صورة سعيلة تماما ولكن بمجرد ان هو لو وضعها في مكان يكون درجة الحرارة فيه منخفضة او في التلاجة بترجع تتماسك تاني ولكن طبعا العميل ممكن يعني ما يكبوش شكلها خصوصا طبعا لو احنا عملينها ب او مزينينها بالاقماع مثلا بتاعت الحلويات او كامدة كله فبالتالي بيبقى ممكن يكون هو حابب ان هو ما توصله بالشكل اللي هو كانت عليه في الصور او في الاعلام فممكن يتضايق ودي طبعا تسبب لك مشكلة في التسويق ولكن طبعا هي كمنتج لو دابت وتصل بالتاني مشيشيها اي مشكلة ولا اي ضرر نخلي بلنا من النقطة دي تالت نوع معانا هو الاخير هو المالسفايد ودي بوتر وده النوع اللي حم نستخدم فيه شموع زي الاستيرك اسد وزي المالسفايد واكس او الاي واكس والشبع المستحلب او غيرها من المستحلبات والشموع وده بتخلي المنتج محافظ على شكله بمعنى ان هي لو اتعرضت لدرجة حارة مرتفعة اثناء النقلة او التخزين او حتى درجة حارة الصيف لو هي موجودة في العبوة وفي البيت فمش هتدوب هتحافظ على شكلها وقعمها الكريمي كمان ممكن نضيف في البي بوتر ممكن كمان يكون فيها نسبة من الماء على حسب التركيبة اللي احنا مختارينها فالفكرة منها ان هي هتحافظ على القاومة طويلة كمان ممكن ما تكونش فيها احساس ان هي تقيلة شوية على البشرة زي الوبد او اللي هي الزبدة المخفوقة الزبدة المخفوقة ممكن نحس شوية ان هي تقيلة على البشرة ممكن تسيب احساس قيلة شوية زيت شوية وده بنتغلب عليه طبعا لما بنضيف اللي هو النشا ولكن المصفايد او اللي هي اللي فيها شموع مستحلبة وفيها ماء ما بتديش نفس الاحساس ده طبعا بيترجع لتفضيل العميل او حسب هو بيحب يستخدم ايه بالضبط فميزة المصفايد ان هي مش هنجد فيها موضوع ان هي ممكن تدوب من درجة الحارة العالية وهتحافظ على قاومها وعلى شكلها بالنسبة للويب فاحنا ممكن نحطها في برطمانات عادي جدا لكن المصفايد ممكن نحطها في برطمان او نحطها في اللي هي العبوة وفيها بامب على حسب تفضيلك طبعا وعلى حسب القاوم وعلى حسب التركيبة اللي انت اخترتها فمفيش اي مشكلة اتمنى انتم تكونوا استفادتم من محاضرة النهاردة وان شاء الله هنزل لكم تركيبات مختلفة واشكال مختلفة لهذه الانواع الثلاثة من الزبدات على القناة بإذن الله تعالى طبعا التركيبات ان شاء الله